اهلا بكم مجددا في الحصة المغاربية في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الجزائر قامت السلطات العسكرية بتجريد مدير المخابرات الداخلية السابق وسيني بوعزة من رتبته العسكرية عميد وتنزيلها لأدنى رتبة وهي جندي بحسب وسائل اعلام جزائرية فان قرار التجريد جاء بناء على طلب الرئيس عبد المجيد تبون بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير للدفاع فيما لم يصدر اي تأكيد رسمي جزائري حتى الان وكانت المحكمة العسكرية اصدرت في حق وسيني عقوبة بالسجن 16 عاما بعد ادانته بالتورط في تهم بالثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير بالاضافة الى تورطه في محاولة التأثير على مجريات ونتائج الانتخابات الرئيس الرئاسية الاخيرة سابقة في تاريخ الجزائري باصدار مجلس الانضباط العسكري قرارا بتخفيض رتبة وسيني بوعزة مدير الامن الداخلي السابق بجهاز المخابرات من عميد الى جندي اذا اضفنا قرار مجلس الانضباط العسكري الى الحكم الصادر في حقه ب 16 سنة سجنا نافذا فيما يتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر 2019 يبرز من خلالهما ان الظروف التي جاء فيها الرجل الى منصبه وهو الغريب عن جهاز المخابرات عضويا قد تغيرت وان النفوذ الذي احتفظ به لمدة سنة كاملة من خلال المنصب الذي تبوأه خلال مرحلة الحراك الشعبي قد زال صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية كشفت ان قرار التجريد من الرتبة جاء بناء على طلب رئيس البلاد عبد المجيد تبون بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع فيما لم يصدر اي تأكيد رسمي جزائري حتى الان ويرى ضباط سابقون في الجيش ان السلطات العسكرية لجأت الى هذا القانون للدفاع عن سمعة وصورة الجيش لابعاده عن كافة الشبهات القانون العام الخاص بالخدمة في الجيش المعلون تحت 06-02-2006 الذي تم تمريره في البرلمان سنة 2006 وتمت المصادقة عليه وبالتالي تم تطبيق القانون عليه وان كان هو اول مرة حتى يعلم باقي الضباط سواء المتقاعدين نهيك عن العاملين توخي الحذر في التطرق الى مثل هذه السلوكيات التي تمس بشرف وصمعة المؤسسة العسكرية ومنذ ابريل من العام الماضي يوجد العميد وسيني بوعزة بالسجن العسكري كما اصدرت المحكمة العسكرية في حقه عقوبة بالسجن 16 عاما بعد ادانته بالتورط في تهم بالثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير وحيازة سلاح ناري وذخيرة حربية استغلال النفوذ في محاولة التأثير في مجريات ونتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة بالاضافة الى تهم ثقيلة ذات طابع عسكري اطاحت بمدير الامن الداخلي بجهاز المخابرات سابقا والذي يعد اول عسكري في تاريخ الجزائر تخفض رتبته من جنرال الى جندي كريم قندولي قناة الغد الجزائر وينضم الينا ضيفان من الجزائر عبد الرحمن صالح الكاتب والمحلل السياسي ومن باريس الدكتور اسماعيل خلف الله الكاتب والمحلل السياسي الجزائري اهلا بكم معنا في الحصة المغاربية ابدأ مع ضيفنا من الجزائر سيد عبد الرحمن صالح وسيني ابو عزة هو في السجن منذ شهر ابريل من العام الماضي لماذا لم يتم تجريده من رتبته الى الان نعم مرحبا بك وبضيفك ومساعدة المشاهدين اولا يطيب لي او يجب علي ان اصحح معلومة وهو ان وسيني ابو عزة تم تجريده من رتبته والحق بصف الجنود ولم يجرد من رتبته ويعطى رتبة جندي لان جندي ليست رتبة اما بخصوص سؤالك فاقول ان للاجابة على ذلك كان يجب الاطلاع على قانون المستخدمين العسكريين صادر يوم 11 ديسمبر 2019 والذي يعني اوضح الاجراءات التأذيبية التي تصلت على العسكريين في حالة ما اذا ارتكبوا ما يمكن اعتباره مخالفة لقانون العقوبات او لقانون القضاء العسكري اذا قانون المستخدمين العسكريين قد اضاف اضافة الى المتابعة الجزائية امام المحكمة العسكرية بخصوص العسكريين بخصوص اي جرائم محتملة يرتكبونها اثناء الخدمة اجراءات تأذيبية اخرى اضافة على العقوبة اما القول لماذا بقي الأمر بخصوص بوعزة وسيني الى غاية الان فاقول كان يجب انتظار صدور حكم نهائي بالايدانة من قبل المحكمة العسكرية حتى تثبت الجريمة في حقه قبل ان يمر عبر مجلس تأذيب العسكري الذي يصدر بحقه عقوبة النيبية العقوبة التي صدرت في حقه طيب لكن هل بوعزة هو الاول والوحيد الذي اساء او اجرم او شوه سمعة وصورة المؤسسة العسكرية في الجزائر ليكون سابقة هي الاولى من نوعها في طريق الجزائر لا ليست سابقة مجلس تأذيب العسكرية دائمة الانعقاب سابقة تجريد شخصية عسكرية من رتبة عميد وانزاله الى رتبة جندي هذه هي السابقة لا ليست سابقة وهذه العقوبة التي تم انزالها بوسيني بوعزة ليست اقصى عقوبة يتضمنها قانون المستخدمين العسكريين بل هي ما قبل الاخيرة اخر عقوبة يمكن اصدارها هي عقوبة الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي اي ان هذه هي العقوبة ما قبل الاخيرة وليست الاخيرة لازلت هناك عقوبة اخرى اكثر شدة منها والتي لم توقع عليه وهي عقوبة الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي ليس وسيني ليس اول ضابط في الخدمة يتم محاكمته وليس اول ضابط في الخدمة يتم امتثاله امام مجلس الانضباط العسكري كلنا نتذكر لعل الناس قد نسوا محاكمة اللواء السابق الامين العام السابق لوزارة الدفاع المرحوم مصطفى باللوصيف مثلا الذي يعد اعلى رتبة عسكرية لضابط في الخدمة خضع للمحاكمة هناك ايضا مدير المخابرات الاسبق ولو انه كان محلل للتقاعد ولكن اعلى رتبة باعتبار انه كان يشغل رتبة فريق او يحمل رتبة فريق لكن دعني اسأل السيد خلق الله بعد انك من تريس وهل يتفق معك وهل هناك اسباب يمكن ان تكون وراء هذا القرار قرار تجريد وسيني من رتبة عميد وانزاله الى رتبة جندي تحية لك استاذ نبيل ولضيفك ولسادة المشاهدين الحقيقة ان هذه العقوبة هي السابقة لم نشهد عقوبة مثلها يعني عندما يتكلم الضيف على اساس انها حدثت عقوبات عقوبات اخرى وليست تجريد نحن نتكلم على جنيرال يصبح جندي هذه سابقة ونعتقد ان هذه العقوبة تأتي على اساس انه او من خلال المناورات التي كان يقوم بها مناوراته السياسية وحدتها وحدتها يعني الان ربما هذا المشهد في اعتقادي يعيدنا ويؤكد على ان هناك صراع هذه تعيد فرضية صراع الاجنحة في هرم السلطة الان نعلم ان وسيني بوعزة كان رقما هاما في فترة القيد صالح الان ربما وكان نافذا وكان نافذا وكان حتى ربما انه ذهب وغلط يعني ذهب الى تغليط القيد صالح عندما كان يناور على الى دعم عزدين ميهوبي في رئاسيات 2012-2011 هذه القضية ربما وانتداركها في اخر لحظة قيد صالح انا ذاك وذهب الى دعم عبد المجيد تابون نقول بان هذا هذه دليل على ان حدة وقمة الصراع الان تحدث الان على اساس ان هذه العقوبة ما كان لتكون لو لا ان هذا الرجل قد بالغ في اصدار وفي ممارسات دعني اسمع رأي سيد صالح في هذه النقطة تجريد بوعزة او انزال الى جنديم هو نتيجة صراع اجنحة في السلطة وليس مجرد تطبيق قانون عسكري سيد صالح السؤال الذي اطرحه جوابا على سؤالك ومعذرة على هذا الاسلوب هل فعلا وسيني بوعزة ارتكب الافعال المشار بها اليه هل فعلا وسيني بوعزة ارتكب جريمة الاثراء غير المشروع هل فعلا وسيني بوعزة خالف القانون هل فعلا وسيني بوعزة حاول التأثير على الانتخابات الرئاسية كل اجابة على هذه الاسئلة سيكون بنعم اقول ان محاكمة وسيني بوعزة وعقابه بهذا الشكل يعني تأديبيا وجنحيا ايضا عسى ان تكون فيه رسالة الى مختلف مسئولية الدولة سواء المدنيين او العسكريين بان الكلمة الاولى والاخيرة وان السيادة يجب ان تكون للقانون وليس للتعليمات ولا يجب تسخير الاجهزة لخدمة المصالح الشخصية او اغراضي الخاصة مثل ما فعل وسيني بوعزة الان انا لا ابحث كثيرا في اسباب خلاف مع وسيني بوعزة او محاكمته ولكن ما يهمني ان وسيني بوعزة تعدى حدوده الوظيفية وصلت الفكرة اشكركم شكرا انتهى وقت المقابلة شكرا لكم من الجزائر عبد الرحمن صالح الكاتب والمحالل السياسي ومن باريس الدكتور اسماعيل خلف الله الكاتب والمحالل السياسي الجزائري شكرا